إذا نجح الأكراد في ترتيب بيتهم والخروج أو أقول الوصول إلى مرشح واحد في موضوعة اختيار رئيس الجمهورية من الممكن أن نجد هناك حل حلة للأزمة في هذا الموضوع ويبدو أن القوى السياسية العراقية التي رفعت شعار الثلث المعطت في هذا الموضوع هي تعول على عاملين أول هو عامل الوقت والثاني هو عامل الإعياء حتى تذهب كتلة الأغلبية وتضطر أن تقدم تنازلات سياسية وتعود إلى مفهوم التوافقية في مفهوم التوافقية أنا أقول طوال هذه السنوات التي مر بها العراق ولا أبالغ إذا ما أقول أكثر من 19 عاما لم نقدم مشروع دولة حقيقية بقدر ما كانت السلطة قسمة رضائية ما بين جميع الأطراف من أجل الحصول على المكاسب والمغانم والمناصب العليا ابتدأوها بالصراع على الوزارات السيادية ثم امتدت إلى الخدمية ثم نزلت إلى وكلاء الوزارات والإدارات العامة اليوم نتحدث الصراع حتى على درجة رئيس قسم ومعاون مدير عام حينما اليوم قبل أكثر من أسبوع توفي أحد معاوني الإدارات العامة في وزارة التربية وبالتحديد مدير تربية الرصافة لو نجد حجم التزاحم من قبل الأحزاب على هذا المنصب وكأن الموضوع هو نصر يحاول أن يحققه كل جهة إذن أننا اليوم لا نؤمن بمفهوم بناء الدولة بقدر ما نؤمن بمفهوم أقول الغنيمة التي كثير منهم أمن المحاسبة في هذا الإطار حتى حينما ذهبت لجنة أبو رغيف في موضوعة الوصول إلى نقاط لم يستطع أحد أن يصلها في يوم من الأيام نجد أن الحملة الإعلامية التي شنت عليها هي توصلت إلى تشخيص مفاسد ما يقارب 8 ترليون قد يكثر المبلغ قد يقل لكن المحاصلة النهائية اتهمت بكثير من الاتيامات على الرغم استطاعت أن تضع يدها على كثير من مواطن الخلل إذن نحن اليوم أمام إشكالية في قوى سياسية تتحدث بعنوان المكون، عنوان الطائفة، عنوان المذهب لكن واقعان أن أبناءهم، أبناء المكون وأبناء الطائفة وأبناء المذهب من مختلف المكونات وليس مكون واحد هم أشد الناس معاناة في هذا الإطار وبالتالي شعار القوى السياسية تجاوزت الاستئثار بالسلطة ولكنها رفعت شعار من تكلم قتلناه ومن سكت مات بدائه غمّة ولذلك نجد أن المواطن في العراق اليوم يأنه من كل شيء إلا الطبقة المخملية التي تحيى حياة أرستقراطية سواء كانت في العراق أو خارج العراق والدلالة على كلامي هذا من كان لا يملك غرفة في بيته أو لا يملك خمسين مترا اليوم يتحدثون فيما بينهم أنه يملك سعفة كاملة في دبي وليس فيلة إضافة إلى الجزر والمنتجعات السياحية إذن أن الموضوع موضوع صراع على المقدرات لو كانت القوى السياسية تؤمن بمشروع الدولة لا اعتذرت للشعب العراقي وانسحبت لأنهم الذين يقولون ولست أنا إننا فشنا في تقديم الخدمة للمواطنين